اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يتقدم الوطن ويواكب التطور والعجب كل العجب من حاكم يرني بهذه الفئة في غياهب السجون بهدف فصلها عن المجتمع وإشاعة الجهر والتخلق وليس هذا فقط بل ويصعى حيثاً باستبدالها بشريحة أخرى من بلاد أخرى ذات ثقافة مغايرة وعادات مختلفة عن ثقافتنا وعاداتنا عبر سياسة التجنيس السياسي الممنهج أيها الأحبة في هذا التجمع التضامني مع المعلمين والطلبة والمعتقلين لا ننسى منهم من قتل أو هجر أو قصل أو ما زال مطارد ومع بداية العام الدراسي الجهيد نستذكرهم ونفتقد حضورهم بيننا فالمعلم رمز العطاء والتضحية حين يكون في الصف وهو رمز الإباء والإيذار حين يتفع ثمن قضية الوطن والطالب أيضاً هو الإشراقة الواعلة للمستقبل البلاد فبع انفوانه وروحه الشبابية ينتقل بالوطن إلى الرقي والتقدم والإزدهار لذا يعمد الكيان الخليفي الجاهل والغارق في وحل التخلف إلى اعتقال الطلبة والمعلمين وقصلهم من مدارسهم وجامعاتهم لكن معلمين وحبتنا الطلبة المعتقلين أثبتوا أن السجن لا يقفهم بل حولوه إلى مدرسة وجامعة يعلمون ويتعلمون فيها إيماناً منهم بقدسية العلم ومجوبه عليهم كمسلمين ختاماً يتوجه اتلاف شهر ثورة 14 براير بالتحية لمعلمين وطلبتنا الذين بدأ العام التراسي الجديد وهم في السجون أو في بلاد المهجر ونشد على أيديهم ونبارك جهودهم المتميزة التي ملؤها العطاء والتضحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته